قال جلالة الملك عبدالله الثاني أنه من المهم الاستفادة من خبرات الرياديين وروحهم في الابتكار لتشجيع وتحفيز الشباب للتعلم منها جاء ذلك خلال لقاء جلالته في قصر الحسانية اليوم مجموعة من الرياديين الأردنيين في قطاع التكنولوجيا بحضور جلالة الملك رانيا العبدالله واستمع جلالته إلى تجارب الشباب ومشاريعهم التي شكلت نماذج ريادية على مستوى المنطقة وأهم تحديات التي تواجههم وأعرب جلالته عن فخره واعتزازه بوجود قيادات شبابية أردنية في ريادة الأعمال والابتكار ووجه جلالة الملك المعنيين في الحكومة والديوان الملكي الهاشمي لمتابعة مقترحات أصحاب المشاريع الناشئة والعمل معهم على ترجمتها إلى خطط عمل لافتا جلالته إلى حرصه على الاطلاع وبشكل دوري على تقدم سير العمل في هذه الخطط كما طرح المشاركون أفكارا حول المشاريع الناشئة لافتين إلى أن الكثير من هذه المشاريع تؤسس بأيدا وعقولا أردنية ثم تهاجر إلى الخارج لعدم توفر البيئة الضرورية لتمكين هذه المشاريع والنمو فيها أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تنصيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية وحرص الأردن على دعم كل جهد يصب في تطويره ومأساسة العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا الأمة تأكيد جلالته جاء خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في قصر الحسينية حيث استعرض جلالة الملك مع أبو الغيط أبرز القضايا التي ستبحثها القمة العربية التي تستضيفها المملكة أواخر الشهر الحالي من جهته أكد أبو الغيط أهمية عن عقاد القمة العربية في الأردن في ظل ما توجهه بعض الدول العربية من تحديات معربا عن تقدير الجامعة العربية لمواقف المملكة بقيادة جلالة الملك في تعزيز العمل العربي المشترك ومساعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الاستعدادات والتحضيرات للقمة العربية التي ستعقد في منطقة البحر الميت أواخر الشهر الحالي كانت محور مباحثات أيضا بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين وأمين عام جامعة الدول العربية حيث عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات بينهما استعرضا خلاله أبرز الملفات التي ستناقشها القمة للخروج برؤية مستقبلية واضحة للمنطقة الأمين الغام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة الأردنية عمان في زيارة للتحضير للقمة العربية التي ستعقد في عمان نهاية آذار الجاري أولى مباحثات أبو الغيط كانت مع وزير الخارجية أيمن الصفدي وتركزت حول الاستعدادات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان نجاح قمة عمان وكيفية تعزيز العمل العربي المشترك استعرضنا كل الاستعدادات والخطوات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان أن تكون القمة ناجحة وكما يريدها جلالة الملك منبرا لحوار عربي صريح معمق مكثف حول كيفية التعامل مع القضايا والأزمات التي تعصف بالمنطقة الصفدي أكد مجددا أن الأردن لن يوجه دعوة لسوريا لحضور قمة عمان وذلك التزاما بقرار الجامعة العربية القاضي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة نحن نلتزم قرارات الجامعة العربية وقرار الجامعة العربية كان بعدم دعوة سوريا وبالتالي لن يكون هناك دعوة لسوريا لحضور القمة بدوره أعرب الأمين الغام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن يكون هناك حضور غير مسبوق لقمة عمان وأن يصدر عنها إعلان هام له تأثيره ونظرة مستقبلية هناك اعتراف بدور الأردن وبالإضافة إلى هذا الحضور الكبير الذي أمل أن يتحقق أيضا أتصور أنه سوف يصدر عن هذه القمة إعلان هام وفيما يتعلق بالملف الإيراني أشار أبو الغيط إلى أن هناك مطالبة لإيران بالتوقف عن أدائها وتصرفاتها بالافتراءات على السيادة العربية في بعض الدول بالإضافة إلى قرار يتعلق بالجزر الإماراتية إذن فإن المباحثات الرسمية ما زالت مستمرة من أجل ضمان نجاح قمة عمان العربية التي ستعقد في ظروف إقليمية ودولية جد صعبة والعديد من الملفات الهامة ستكون محل بحث مطول يأمل الشارع العربي أن يصدر عنها قرارات هامة ومفصلية خاصة ما يتعلق منها بالملفين السوري والفلسطيني رعد بن طريف رؤية الأردن يمتلك منظومة صواريخ باتريوتا التي تعد الأقوى والأحدث عالميا وهي جاهزة للرد على أي خروقات لأجواء المملكة هذا ما أكده النطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء الوزير شدد على أن سقوط شضايا الصواريخ على إربد يوم الجمعة الماضية لا يمس السيادة الأردنية جراء ما خلفه حدث السير الأليم الذي وقع على الطريق الصحراوي من ضحايا أقرت الحكومة نظاما جديدا لمراقبة الطرق يكثف من الرقابة على السائقين وعلى مركباتهم قمنا مباشرة بالتفكير بطريقة عملية أسرع وهي تخصيص إذا بحضرني الرقم الآن خمس مليون دينار من أجل إصلاح الطريق بشكل سريع وهذا ما حدث وهذا ما رفع سوية هذا الطريق إلى درجة كبيرة وحول حظر جماعة الإخوان المسلمين فإن الحكومة أكدت عدم تلقيها أي طلب دولي لا تبار الجماعة فئة إرهابية للآن لم تصلنا أي مخاطبات من أي دولة بشأن هذا الأمر عندما تصلنا مخاطبات سوف نتحدث عن موقفنا ورؤيتنا بشأن هذا الأمر الذي مرة أخرى نعتبره هاما وحساسا عملية إطلاق الصواريخ بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي نوهت الحكومة إلى أنها وقعت خارج الأجواء والحدود الأردنية وأن الأردن يمتلك منظومة صواريخ باتريوت الأقوى والأحدث عالميا وهي جاهزة لاعتراض أي خروقات لأجواء المملكة ما حدث من مواجهة عسكرية جوية بين سوريا وإسرائيل حدث خارج الأجواء الأردنية وأذكر إخواني أن هناك حدود مشتركة ما بين سوريا وما بين إسرائيل هناك حدث الاشتباك وبذكر أيضا أن الأردن يمتلك منظومة دفاع جوي متقدمة صواريخ الباتريوت التي هي الأفضل على مستوى العالم بمنظومة رادارات متطورة وحول الأنباء التي تحدثت عن قرب إعادة فتح معبر الكرامة ربيل الحدودي بين الأردن والعراق أوضحت الحكومة أنه لا يوجد وقت محدد لإعادة فتحه حمز الشوبك رؤية وفي المؤتمر الصحفي ذاته أعلنت وزارة تربية والتعليم عن توجه الوزارة لاتخاذ جملة إجراءات من شأنها المساهمة في تطوير التعليم في الأردن ومنها عقد امتحانين وزاريين لطلبة الصفين الثالث والتاسع الأساسيين في إطار قياس القدرات ووضع نظام جديد لعلامات النجاح إضافة إلى حديثه حول امتحان الثانوية العامة للعام 2017 وزارة التربية والتعليم أعلنت البدء بتطبيق التوجيه لمرة واحدة في العام الدراسي 2018 و2019 وذلك لعدم الانتهاء من تدريب المعلمين وفق ما صرح به الوزير عمر الرزاز وزارة التربية كشفت عن نيتها عقد امتحانين لطلبة الصفين الثالث والتاسع الأساسيين وذلك لقياس قدراتهم بدءا من العام الدراسي 2018 و2019 من أجل رفع الكفاءة التعليمية عندهم في هذا الجانب درسنا عدة مواضيع الموضوع الأول هل المناهج جاهزة؟ هل الكتب وأدلة المعلمين وما إلى ذلك هل هي جاهزة؟ الجواب على هذا الموضوع نعم هي جاهزة السؤال الثاني كان هل دربنا معلمينا على هذه المناهج وعلى وضع الأسئلة وعلى ما إلى ذلك؟ الجواب بالطبع هو لا لأن المناهج جاهزة مؤخرا ولكن تدريب المعلمين باتجاه الامتحان تأخذ وقت أطول وحول عملية تطوير المناهج التعليمية أكدت وزارة التربية أنها ستحافظ خلال عملها على الثوابت الدينية الإسلامية والمبادئ الوطنية في المناهج التعليمية التي سيتم اعتمادها في مدارس المملكة نحن بحاجة إلى امتحان في الصف الثالث ابتدائي قراءة وكتابة وحساب الهدف من هذا الامتحان ليس ترسيب الطالب إطلاقا ولكن إذا عنده ضعف وعنده تحديات في التعلم صعوبات التعلم أكدر أعالجها مباشرة فبالرابع ابتدائي بساعده بنحط له معلمين متخصصين في صعوبات التعلم وبرجع بامتحنه بآخر الرابع ابتدائي وزارة التربية أوضحت أن المركز الوطني لتطوير المناهج الذي سيتم إنشاؤه لم توضع ميزانيته بعد وأما عن تبعيته للوزارة فقد أكدت أنه مركز مستقل ماليا وإداريا وتتابعون بعد نشرة الأخبار برنامج نبض البلد الذي يناقشه كيف يمكن حماية الأردني من الحروب في محيطه إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي أكد أن الحكومة جدة في محاربة الفساد بأشكاله كفا قائلا سترون في القريب العاجل كيف ستتعامل الحكومة مع مكافحة الفساد وبيّن الملقي في رده على أحد النواب خلال جلسة رقابية للمجلس أن أي قضية فساد يتم العمل فيها ضمن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويتم التحقيق فيها من قبل مدعي عام المكافحة وعند اكتمال الصورة يتم الإعلان عنها لكي لا يتم التشهير بالناس جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب مساء اليوم برئاسة خميس عطية رئيس مجلس النواب بالإنابة حيث شهدت الجلسة أجواء من الجدل النيابي حول مواضيع عدة فيما حذر النائب عبدالكريم الدغمي مما أسماه فكفكة الدولة منتقدا التبرير الذي قدمته سلطة مفاوضية العقبة الاقتصادية حول تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة خاصة هذه الحكومة جادة في محاربة الفساد بكل أشكاله وبكل ألوان وأن أي قضية فساد حسب عمل هيئة مكافحة الفساد أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتم التحقيق فيها في البداية من مدعي عام الفساد وعندما تكتمل الصورة لديه وحتى لا نشهر في الناس يتم إحالتها إلى القضاء وما ورد في تقرير رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صحيح وسنعدك بأنه بالقريب العاجل ستشهد كيف تتعامل هذه الحكومة مع مكافحة الفساد كلنا احنا خسرنا إدارتنا الوردنية للأسف بهاي الطريقة بطريقة خسخصة المؤسسات وهاي مش خسخصة بالمناسبة هاي صحيح شركة مملوكة رح يدوا علينا شركة مملوكة بالكامل للحكومة لكن هالي الشركات المملوكة بالكامل للحكومة حسنت الإدارة حسنت الأداء بعد ما حولناها من سنة 2002 من أيام القوانين المؤقتة الله لا يذكرها بالخير حسننا إشي تحسن إشي بإدارتنا الوردنية ولا كل يوم قاعدين نشكل لجنة التطوير ولا كل يوم قاعدين نشكي من فقفكة مؤسسات الدولة أذا وكانت عدة لجان النيابية عقدت سلسلة اجتماعات ناقشت خلالها مشاريع قوانين فيما شهدت لجان أخرى اتخاذ قرارات وتوجيه اقتراحات للحكومة اللجان النيابية المنعقدة اليوم نوجزها في التقرير التالي اجتماعات مكثفة لعدد من اللجان النيابية لبحث الملفات المتعلقة بعمل كل منها حيث تم إقرار عدد من مواد القوانين ورفع توصيات للحكومة حول أخرى فيما وجه نواب أسئلة للحكومة حول عدد من القضايا لجنة الطاقة والمعادن اجتمعت بحضور وزير البيئة ياسين الخياط حيث تمت مناقشة عدة مواضيع أبرزها أجهزة رصد الإشعاعات النووية حيث أكد الخياط أنه لا يوجد لدى الوزارة أي أجهزة لرصد الإشعاعات النووية مشيرا إلى أنه تمت إناطة مسئولية الرقابة وحماية صحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات إلى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن من جهتها قررت لجنة الزراعة والمياه النيابية رفع عدد من التوصيات للحكومة حول تخفيض أسعار الأعلاف وتوفير مادة النخالة بهدف دعم المزارعين والقطاع الزراعي وجاء في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب خالد لحياري وحضور وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والمياه والري والعمل وأمين عام سلطة وادي الأردن وعدد من ممثلي الاتحادات الزراعية والمزارعين استعراض مطالب المزارعين واحتياجاتهم وفي سياق آخر واصلت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والعمل مناقشاتها حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 بحضور الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزيري العدل والتنمية الاجتماعية النائب مصطفى الخصاوني رئيس اللجنة أكد أن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع القانون بعد أن استمعت لآراء ومقترحات مقدمة من نواب وأصحاب العلاقة والخبرة بهدف تحقيق المصلحة لهذه الفئة من أبناء المجتمع من جهتها واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة مشروع قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015 المعادي من مجلس النواب وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب علي الخليلي بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق لحياري النائب الخليلي قال إن اللجنة وصلت لاستماع لملاحظات واقتراحات نواب حول مشروع القانون حيث تمت دراستها ومناقشتها مع المعنيين والمختصين اللجنة النيابية المشتركة القانونية والمرأة وشؤون الأسرة وصلت مناقشاتها لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016 فيما قالت النائب ريم أبو دلبوح إنه تم إقرار عدد من مواد القانون مشيرة إلى أنه في حال إقراره سيكون منسجما مع القوانين الأخرى المعمول بها وخصوصا قانون العقوبات اللجنة النيابية تواصل عملها في إقرار القوانين وإصدار مقترحات للحكومة فيما يبدو أن عملها يسير بنهج متسارع للرد على الاتهامات التي طالتها بالتقصير خلال الفترة السابقة توصية خرج بها الحاضرون خلال جلسة في محافظة المفرق حضرتها لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري والوقع الاجتماعي والتنموي في المحافظة تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير بحثت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان خلال لقائها الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة المفرق التحديات التي تواجه المحافظة في مختلف القطاعات حيث ناقشت اللجنة الواقع الاجتماعي والتنموي والاقتصادي للمحافظة ضمن زيارتها لمنطقة الملك حسين التنموية وغرفة تجارة محافظة المفرق زيارة جاءت كبداية من توجيهات سيدنا أن الجماعة يتوجه للميدان ونتعرف بالواقع الحال على الاحتياجات والأي تحديات بتواجه التنمية والعمل خاصة في المحافظات شفنا إيش نجح إيش ما نجح وحاولنا من خلال المجلس أن ينقل هذه الصورة ويقدم بتوصيات تم اللقاء مع معظم المستثمرين والمدراء العامين للدوائر التمويلية وصندوق المعاوني الوطنية ومؤسس التدريب المهني ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل حقيقة كان اللقاء كثير مثمر وكثير ناجح تم السماع لكثير من المعاوقات التي من شأنها العمل على إعاقة هذه الاستثمارات بأخذها بمحبل الجد للتدارس في هذا الموضوع مدير منطقة الملك حسين التنموية بيّن خلال لقائه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس العيان أن المنطقة تعمل على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين مما يساعد على خلق فرص عمل لأبناء المحافظة سيما وأن مشكلة البطالة تعدى المشكلة الأبرز لأغلب الشباب الأردني حضر أعضاء المعالي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة واجتمعوا مع كافة الفعاليات في منطقة المفرق واستمعوا إلى كافة الملاحظات والمعضلات والمشاكل التي تعترض عملية الاستثمار وخلق فرص العمل المطلوبة في المنطقة اللقاء الذي جمع لجنة العمل والتنمية في مجلس الاعيان مع الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة المفرق عرض واقع التحديات التي تعيشها المحافظة خصوصا مع استقبالها العدد الأكبر من اللاجئين السوريين الذين شكلوا عباً إضافياً على كافة القطاعات في المحافظة أنس الحراحشة رؤية كرم المدير العام لقوات الدرك لواء الركن حسين محمد الحواتم عدداً من المتقاعد ضباط قوات الدرك وذلك تقديراً جهودهم التي بذلوها خلال سنوات خدمتهم قال المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتم إن المديرية العامة لقوات الدرك وتنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني من الحسين قائمةً على نهج التواصل مع أبنائها المتقاعدين ممن قضوا سنوات عمرهم في خدمة مشرفة لوطنهم بذلوا خلالها العطاء والتضحيات رحب بإخوان قبل أن يكونوا زملاء قدموا وضحوا وبذلوا وأفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن من خلال وجودهم في قوات الدرك وأضاف اللواء الحواتم بحضور مساعده وعدداً من كبار الضباط أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة قوات الدرك في دعم جميع منتسبيها سواء العاملين أو المتقاعدين لافتاً إلى أن المتقاعدين يبقون جزءاً أصيلاً من المنظومة الأمنية والمعرفية لقوات الدرك ودعامة لإخوانهم العاملين في الميدان ورصيداً من الخبرات المتراكمة التي لا غنى عنها وأشهد اللواء الركن الحواتم بجهود الضباط المتقاعدين ومساهمتهم في بناء وتطوير مؤسستهم مؤكداً أن قوات الدرك وبفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود المخلصين من أبنائها ماضية في مسيرة الإنجاز والبناء على ما تحقق وفق أفضل الممارسات وبالاعتماد على أحدث الوسائل والاستراتيجيات من جهتهم ثمن الضباط المتقاعدون ما تقدمه قوات الدرك من رعاية ومتابعة لأحوال متقاعدها مؤكدين اعتزازهم بالانتساب لهذا الصرح الأمني الشامخ وبقائهم جنوداً مخلصين لخدمة الوطن والقائد كجزء من التماس تقدم به مواطن مقدسي إلى محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا قررت المحكمة اعتبار المقدسيين مقيمين أصليين في مدينتهم ما يصعب على وزارة الداخلية التابعة للاحتلال إلغاء إقامة الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس الشرقية التقرير التالي والتفاصيل لطالما ذاق المقدسي الأمرين في قضية تهديد الاحتلال بسحب هويته الزرقاء والتي تعامله بمجب قانون ما يسمى الدخول إلى إسرائيل بصفة المقيم الدائم ومكانة المهاجر الذي يفقد حق إقامته إذا سكن مدة تزيد عن سبع سنوات خارج القدس أو حصل على جواز سفر من دولة أخرى أو إقامة دائمة في دولة أخرى ولكن في السابقة القانونية التي خرجت فيها مؤخرا المحكمة الإسرائيلية العليا بقرار يعترف بالمقدسي مواطنا اكتسب مواطنته بالمدينة بمجرد ولادته فيها منح المقدسي بصيص أمل البقاء ما لم يتحايل الاحتلال على القرار الجديد عندما يخسر الفلسطيني هويته المقدسية الزرقاء وبعد ذلك يعود ويطالب وزارة الداخلية باستعادة هذه الهوية يجب على وزارة الداخلية أن تميل إلى الاستجابة إلى مثل هذا الطلب لا يمكن لوزارة الداخلية بسهولة أن تتهرب من هذا القرار ولكن القرار هو ليس قانون وبإمكان المشرع الإسرائيلي الكنيسة أن يغير هذا القرار إذا أراد ذلك بواسطة قانون إسرائيلي جديد ونظرا لقرار المحكمة الذي صدر بالإمكان أن يكون هذا القرار بمثابة باب فرج للكثير من المقدسيين الذين خسروا هويته نحو 14 ألف مقدسي تم سحب هويته وحرم من الدخول إلى مدينة القدس مبررات السفر للتعليم أو العمل أو حتى الزواج حجج استخدمها الاحتلال لتهجير المقدسي من مدينته ناهيك عن معاناة من اضطره تضييق خناق الاحتلال في عدم إعطائه تراخيص للبناء في القدس دفعه للانتقال للعيش في مدن الضفة الغربية فهل يضع قرار المحكمة هذا حدا لقضية عدم استقرار المقدسي في مدينته يتساءل شارع المقدسي اتزوجت أمريكية وقررت أن أطلع على أمريكا طلعت وما غبتش كثير يعني اللي غبت من 13 سنة بعد 6 سنين رجعت على البلاد وقررت أن أعيش فيها البلاد أخذوا الهوية مني أخذوها بال2011 بحجة أنه معي جنسية أمريكية أنا مفائل خير أن أخذ الهوية بعد ما طلع القرى في المحكمة العليا في جولتنا حول العالم معارك في دمشق بين الجيش السوري وفصائل مقاتلة وفيضانات تجتاح سواحل البيرو وقعت اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المقاتلة أبرزها جبهة فتح الشام النصرة سابقا في حي جوبر شرق العاصمة السورية دمشق إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى وسط العاصمة وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الجيش تصدى لهجوم على عدد من النقاط العسكرية والأبنية السكنية في أطراف حي جوبر تخوض القوات العراقية معارك عنيفة عند أطراف المدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل وذلك بهدف كسر دفاعات عصابة دعش الإرهابية في سعي إلى استعادة السيطرة على كامل المدينة وتضم المدينة القديمة مباني متلاصقة وشوارع ضيقة لا تسمح بمرور معظم الآليات العسكرية التي تستخدمها قوات الأمن ما يجعل المعارك فيها أكثر خطورة وصعوبة شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما شخصيا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متهما إياها باللجوء إلى ممارسات نازية على وقع توتر بالغ بين أنقرة وبرلين وكانت تركيا استدعت في وقت سابق سفير ألمانيا لديها للاحتجاج على تظاهرة للأكراد في فرانكفورت رفعت خلالها أعلام لحزب العمال الكردستاني عادت حركة الملاحة في مطار أورلي في فرنسا إلى طبيعتها بشكل عام وذلك بعد هجوم استهدف دورية عسكرية وأدى إلى إغلاق مبنييه مؤقتا وكان منفذ الهجوم الفرنسي زياد بالقاسم لقي حتفه في المطار بعدما هاجم عسكريين فيما قال مدعي عام الجمهورية أن بالقاسم شخص عنيف جدا ولديه نوايا إرهابية خلفت ظاهرة النينو المناخية خالة من الفوضى والذعر وألاف المنكوبين في العاصمة البوريفية ليما المهددة بانقطاع مياه الشورب وعزلت السيول أحياء بكاملها في العاصمة جراء الأمطار الغزيرة كما أدت الفيضانات إلى اختلاط الأوحال بمجار الأنهور متسببة بمشكلات في توفير مياه الشورب في ثياب مزركشة مزينة بالحلي وعلى وقع موسيقى تراثية أقيم أول عرض أزياء للباس كردي تقليدي في مدينة القمشلي السورية عرض للأزياء التقليدية نظمه حزب محلي بمناسبة يوم الزي الكردي في مدينة القمشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا عرض الأزياء هذا شارك فيه خمس عشرة شابة وسبعة شبان انتهى بعرض لباس العروس التقليدي وهو عبارة عن ثوب أحمر مزين بالحلي الذهبية اللون يتألف الزي الكردي الخاص بالنساء من قطعتين أو ثلاث وهي عبارة عن ثوب فطفاض طويل بأكمام متدلية تسمى الكراس وفوقه قطفان يضاف إليهما أحيانا سروال أما زي الرجال فيبدو أكثر بساطة هو عبارة عن سروال فطفاض عادة ما يكون غامق اللون وقميص من اللون ذاته يرتدي فوقه سترة من دون أكمام كما يلف على رأسه شالا غالبا ما يكون مزينا بورود ملونة والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات بلا تعليق شكراً للمشاهدة ت petits ترجمة نانسي قنقر